اشتركوا في القناة هي بسط ومقام الجهة العليمين هي بس بسط عشان نتخلص من المقام وتصير معادلتنا اسهل رح اضرب ضرب تبادلي اضرب ضرب تبادلي مشان كلهم يكونوا عندي اهم في البسط واتحامل مع معادلتي بشكل عادي فاول خطوة رح اعملها انه فبعد ضرب التبادلي رح يصير 8 ناقص 2 مضربة في سالب 4 زائد 10 اكس اللي بتساوي 17 في 2 ناقص اكس وكتير ضروري هون نحط لتنين ناقص اكس في اقواس مشان 17 لازم ندخلها نضربها بالرقمين مش بس نضربها برقم واحد منهم فتاني خطوة رح نعملها انه السالب اتنين ندخلها على هذا القوس ونضربها بسالب اربعة وبيعشرة والسبعتاش ندخلها على القوس ونضربها باتنين وبسالب اكس فالجه اليسار رح تعطينا 8 زائد 8 ناقص 20 اكس اللي بتساوي 34 ناقص 17 اكس على الخطوة التانية بدي قبلش اجمع الحدود لمرتشابهة في الطرفين فتمانية زائد 8 هي 16 وناقص 20 اكس ما في اجمعها مع شي تاني رح انزلها زي ما هي والطرف اليمين رح ينزل زي ما هو لانه ما منقدر نجمع 17 اكس مع ال34 هلأ تاني شغلة لسالب 20 اكس رح نقولها للجه اليمين فالطرف اليسار حيضل في 16 والطرف اليمين رح يصير 34 زائد 3 اكس هلأ بيضل في عنده هون 34 و16 نقدر نجمعهم مع بعض فال34 رح نقولها للطرف الثاني فرح تصير سالب 18 اللي بتساوي 3 اكس هلأ رح نقصن الطرفين على 3 على 3 واكس منها رح تساوي سالب 6 لو عندكم اي سؤال بعتونا صفحتنا على الفيسبوك يعطيكم العافية اشتركوا في القناة